حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن جول ريبورن المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا ومن موسكو ينضم إلينا الكاتب السياسي بسام البني أهلا بكم إلى التسعة عشرة أبدأ معك سيد ريبورن لماذا بالرغم من إصرار إن كان في الداخل السوري أو بعض الدول الإقليمية على سحب الولايات المتحدة لجنودها في سوريا تحت راية بأنه تقريبا تم القضاء على تنظيم داعش ومعظم الدول المحيطة تطبع مع النظام السوري وبالتالي هذا نوع من الدعم أيضا لم يعد بحاجة لتواجد أمريكي هناك لماذا ليس فقط تبقي على هذا التواجد وإنما تعززه أيضا عبر المدمرة الأخيرة التي أرسلتها إلى المنطقة أعتقد أن أي شخص يعتقد بأن داعش قد ول كتهديد فهذا ضرب من الخيال داعش لا يزال موجودا في العراق وسوريا وهناك شبكات لهذه المجموعات الإرهابية التي تسعى لإعادة بناء نفس وخامة جيش من الإصابات ويوم الأحد كانوا قد أثبتوا أن وجودهم لا يزال خطرا أثبتنا هذه المسألة ومن المبكر لأوانه أن نقول أن القاعدة في العراق أو في سوريا قد انتهى وخففنا الضغوط فأنهم سوف يعودون وهذا لأنه لن يموتون فقط بناء على قواعد عسكرية وبناء على الصراعات السياسية كذلك النظام السياسي في سوريا لبشار الأسد والنظام الإيراني يعطي قبل الحياة والنجاة لداعش من خلال الأحداث التي تجري في الشرق الأوسط هذه حقيقة مؤكدة لذا من غير الصواب أن نقوم بسحب القوى سواء من العراق أو سوريا في هذه الضروف تذكروا كم من مرة قد قامت الموصل بتبادل حكمها من قبل جهات مختلفة وغادرنا ومن ثم جاء داعش دعونا لا نكرر نفس الأخطاء التي ارتكبناها في السابق أنتقل إليك أستاذ بسام فيما يتعلق بالموقف الروسي من هذا التواجد الذي ترجمته موسكو عبر تحليق طيرانها فوق القواعد العسكرية الأمريكية وهذا ما احتجت عليه واشنطن باعتبار أنه خرق الاتفاق بين الطرفين لماذا تقوم روسيا بخرق هذا الاتفاق؟ يعني يبدو أن هناك أسعد الله بسائك أستاذ كريستيان ومساء ضيفك الكريم ومساء مشاهدين قناة الحدث يبدو أن هناك إصرار روسي سوري إيراني على طرد القوات الأمريكية من دمشق من سوريا لأن القوات الأمريكية جاءت دون دعوة من أحد وهي قوات احتلال موصوف هذه النقطة النقطة الأخرى عن حرب داعش يعني دعوا سوريا لسان حال موسكو تقول دعوا سوريا تقلع شوكة بيديها ولكن كفوا بلاءكم عنها يعني لدى سوريا حلفاء يستطيعون مساندتها في محاربة الإرهاب أما أن تبقوا جاسمين على صدر سوريا تحت حجة محاربة الإرهاب وتخنقون الحكومة دمشق بمنعها عن آبار النفط وغيرها وبالإضافة إلى العقوبات المفروضة على دمشق فهذا الأمر مرفوض للغاية أضيف إلى ذلك أن إيران لها المصلحة الطولة بمعاجمة القوات الأمريكية على الأراضي السورية نتيجة استهداف إسرائيل للقوات الإيرانية على الأراضي السورية هناك ملف معقد للغاية أستاذ كريستيان ولكن أنا الأوان لأن تفهم الولايات المتحدة الأمريكية أن كل هذه التحركات سواء الروسية أو الإيرانية أو السورية ضد القوات الأمريكية الموجودة على الأراضي السورية ليست إلا رسالة واضحة للأمريكان أنه عليهم أن يضبوا أحزمتهم ويغادروا سوريا مزلولين كما غادروا أفغانستان دكتور ريبون أنقل لك جزئية مما تفضل به أستاذ باسام والكثيرون يتداولونها أنه فيما لو تحدثنا عن الوجود الروسي فهو مبرر لأن الحكومة السورية الشرعية بحسب موسكو هي التي طلبت من روسيا المجيئ ولكن ماذا عن الولايات المتحدة؟ لم يطلب منها أحد المجيء والكثيرون يعتبرون بأن بقاءها الآن هو لحماية أو للاستحواذ على النفط وليس لمقاتلة داعش كما تعتزم خصوصا بأنها أوكلت هذه المهمة إلى قوات سوريا ديمقراطية أولاً الولايات المتحدة لا تقوم بالحصول على أي نفط من سوريا ولم تحصل على قطرة من النفط السوري وأعتقد أن ضيفكم يتحدث عن أن روسيا والأسد يرغبون بإخراج القوات الأمريكية وإبقاء هذه الأموال التي يدرها النفط إلى المافيا وإلى النظام السوري هذه مصالح النظام السوري أنهم يرغبون بفعل ذلك دون أن يقومون بإداء أي إصلاحات في الداخل بالإضافة إلى ذلك قد يكون هناك جملة من الأمور التي يمكن أن نشرحها أو أن نصف بها النظام السوري فهو ليس بشرعي وعلينا أن نتذكر أيضاً أن المساهمة الروسية في سوريا كانت ترمي لتدمير حلب والاستمرار في قصف مدن سوريا متعددة لذا لا أعتقد بأن هناك منطق البتة للناس في موسكو للأقرار بأنه على الولايات المتحدة تغادر بالإضافة إلى ذلك أيضاً الولايات المتحدة هناك بموجب تفويض دولي من أجل محاربة داعش والحاق الهزيمة به في سوريا والعراق ومناطق أخرى وهناك مطالبة بهذا الشأن من دول أخرى الولايات المتحدة مرتاحة بمهمة وشرعية ما تقوم به في سوريا وليست بحاجة لطلب المشهور من قبل موسكو أو دمشق بهذا الشأن دكتور بسام رأيتك تومئ برأسك وكنت تعلق على ما يتفضل به سيد ريبون يعني أولاً لم يمنح أحد الولايات المتحدة الأمريكية لتزويل الشرعية عن دولة أو توقي الشرعية وإذا كانت دمشق حكومتها غير شرعية لماذا موصل سوريا في الأمم المتحدة وموصل النظام السوري بالمناسبة أنا ضد النظام السوري ولكن مع الدولة السورية ومع سوريا أنتم تخنقون سوريا بقراراتكم الغير شرعية أصلاً أنتم غير شرعيين أصلاً بقراراتكم الأمريكية المتعجرفة التي تعطي وسام الشرف لأحد وتلغي وسام الشرف عن أحد أنتم لم يخولكم أحد بأن تعنطوا وسام الشرعية من غيره لأحد دول إذا كنتم تعتبرون الأسد غير شرعية أو حكومة سوريا دمشق غير شرعية لماذا أسألك لماذا ممثل الأمم المتحدة السورية وممثل حكومة بشار الأسد إذن هي حكومة شرعية ضمن الأمم المتحدة وهي لم تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية القدوم إلى سوريا أضف إلى ذلك أنا لم أقول أن الولايات المتحدة بحاجة النفط السوري أو سرقة النفط السوري أنا أقول تمنع النفط السوري لتخنق عمل الحكومة السورية من أجل خنق الشعب السوري هذا ما قلته أضف إلى ذلك أن الأخوة الأكراد هم أخوتنا في التراب والأرض وهم أشقاؤنا ونحن نتفاهم معهم ولكن وجودكم على الأرض السورية غير شرعي بتاتا ووجود قواتكم ماذا يفعل؟ 900 جندي أمريكي هل كافين لمحاربة داعش؟ أنتم لا تحاربون داعش أنتم وضعتم بسمار جحة على الأرض السورية من أجل الحجة التي اتخذتموها أنه لديكم تفويض من المجتمع الدولي أي مجتمع في الدولي يفوضكم؟ هل هناك قرار لمجلس الأمن بإرسال قواتكم إلى سوريا؟ كل القرارات التي حاولتم تمريرها تم تصويت ضدها بالفيتو من قبل الصين وروسيا يا أخي الكريم كن منطقيا على أقل تقدير نوعا ما سيد ريبورن فيما لو سلمنا جدل بأنه فعلا الولايات المتحدة باقية من أجل مقاتلة داعش لماذا تعزز تواجدها العسكري في المنطقة؟ من أيام أعلنت أنها سترسل غواصة يو أس أس فلوريدا القادرة على حمل صواريخ تومهوك لماذا تعزز وجودها العسكري في المنطقة؟ هل أنتم وضيفكم لا تشاهدون ما الذي يحدث في المنطقة؟ النظام الإيراني يحارب على جبهات مختلفة ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة ألم ترون ما الذي حدث بين إسرائيل ولبنان وسوريا في الأوين الأخيرة؟ بالإضافة إلى ذلك ألسنا نتعقب طبيعة المشاكل الكبتاجون التي قام مهر الأسد من خلالها بزجها في المملكة العربية السعودية؟ هذا يظهر طبيعة النظام الذي يعد نظام مافيا للحكومة السورية وقبل بضعة أسابيع أيضا الهيئة المسؤولة عن الأسلحة الكيموية تابعة الأمم المتحدة ذكرت بأن النظام السوري مسؤول عن استخدام أسلاح الكيموية في منطقة دومة بمساعدة من الحكومة الروسية أين الحديث عن الشراء؟ لابد لنا أن نذكر كافة إجراءات التي يرتكبها النظام السوري وسوف تتعجبون مع الكثر من السوريين الذين يختلفون حوله حتى هذا حتى اللحظة فأن نتنياهو قد ذكر بأن النظام السوري يسمح للإيرانيين بأن يحول سوريا لتصبح مقرا للقوات الإيرانية لتهديد دول جوار سوريا بطريقة غير مقبولة هذه مسألة يجب أن تكون مثارا قلقا للجميع وبالنسبة لسوريا ولروسيا أكثر من وجود التسعمائة جندي الأمريكي الموجودون هناك سيد ريبور إذا كان هناك هذه القناعة متجذرة إلى هذا الحد عند الأمريكيين أن هذا النظام قام بما قام به من تجاوزات وانتهاكات مع شعبه واستخدم الكيميوي لماذا لم يتخلصوا منه لماذا عندما خرق الخطوط الحمراء التي وضعتها الإدارة الأمريكية لم يتحركوا في هذا الإطار واليوم لا بديل لهم لا خطة بديلة لحل الأزمة السورية عندما تسأل الدول الإقليمية التي بدأت تنفتح على النظام الأسد عن الموقف الأمريكي المعارض لذلك يقولون صراحة بأن الأمريكيين لا خطة لديهم وبالتالي لا يمكننا الانتظار والمحافظة على هذا استاتيكو القائم الذي يؤثر سلبا على كل الدول المحيطة في المنطقة أعتقد بأن هذه الدول لديها نقطة وجهة فحتى اللحظة الإدارة الأمريكية لا توجد لديها أي خطة واضحة بشأن سوريا الإدارة السابقة كان لديها خطة ولم تنفذ من قبل الجهاز التنفيذي لكن إذا ما نظرنا إلى الصورة الكبرى في واشنطن وترون ما الذي يقوم به الكونغرس فهو لديه مواقف واضحة أكثر شدة على النظام السوري وكنا قد رأينا تشريعات قد تم إصدارها من قبل الكونغرس وهناك قانون قيسر وسوف يتم مضاعفة لقوانين مشابهة وهناك ضغوط أيضا على مسألة الكبتاجون التي يتم تهريبها وهذا الأمر يتزامن مع زيادة تقديم التهم إلى مسؤولين سوريين حول جرائم حرب قد تم ارتكابها وهذا أمر وثيق الصلاة وقد ذكر قبل بضعة أيام فمحكمة فرنسية قامت بالتهام على مملوك على جرائم قد تم اقترافها بصرف النظر عما يتم به وأحباط الدول العربية بسبب عدم وجود أي قرار إلى سوريا وعدم وجود أي سياسة واضحة الأمر الذي يقلل من فرص تطبيع العلاقات وانهيارها لكن الولايات المتحدة لا تتحرك وهذا يعني أن التطبيع لن يكلل مع قبل الدول العربية كما تأمل تلك الأخيرة ولن يحدث بالإضافة إلى ذلك أن بشار أسد غير قادر على ما تطلبه الدول العربية أن يقطع علاقاته مع النظم الإيراني وغير عازم على قيام بذلك وغير قادر لذا فأن عملية التطبيع سوف تنهار في أي لحظة لسوء الطالع هذا الأمر سوف يكون مؤلما في الفترة الحالية أختم معك أستاذ بسام فيما يتعلق بتصريح نتنياهو منذ حوالي ساعتين قال إذا سمح نظام الأسد بإطلاق الصواريخ على إسرائيل إذا ما استمر بذلك فإنه سيدفع الثمن غاليا برأيك كيف يمكن أن يتعامل النظام مع تهديدات مماثلة هل هو قادر على كف يد إيران عن إطلاق الصواريخ يعني لا أعتقد أن إيران تتصرف بمفردها ولكن هناك تصريح نتنياهو لا قيمة له لأن دمشق لم تتسأل عن إسرائيل وقد تعرضت دمشق لكثير من الاعتداءات الإسرائيلية أما تصريح نتنياهو فهو لتصدير مشكلته الداخلية إلى الخارج وقد قلت أن الإسرائيليين نريدون اليوم نتنياهو بالذات وحكومته تريد تصدير مشكلته الداخلية بحرب خارجية ربما يصدر بعض التصريحات وربما تتبعها بعض الرشقات الصاروخية ولكن دمشق لديها من الدفاع الجوي ما يكفي لصد هذه الصواريخ وقد تسقط بعض الصواريخ هنا وهناك ولكن لا تأتي بأضرار كبيرة يعني لكلنا يعلم القوة الإسرائيلية ولكن أنا أعتقد أن إسرائيل اليوم مدفوعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأشعال المنطقة لأن أمريكا كما نعلم جميعا تقتات على الحروب حتى عندما يكون لديها الكساد الكبير في بدايات القرن الماضي اقتاتت على الحرب العالمية الثانية وخرجت منه اليوم لديها كساد شابه الكساد الكبير ولكن في بداياته ولذلك تستغل أوروبا وتستنفذ أوروبا من أجل إنقاذ اقتصادها وإشعال الحرب في أوكرانيا وإجبار روسيا على الحرب في أوكرانيا واستنزاف روسيا في أوكرانيا واستنزاف أوروبا أيضا وأيضا تريد إشعال الشرق الأوسط ومعا طريق البواب الإسرائيلية من أجل تخرج من ورططيا شكرا لك الكاتب السياسي بسام البوني كنت معنا من موسكو كما أشكر أيضا جويل ريبون المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا حدثنا من واشنطن شكرا جزيلا لكما لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر